على مرات تاريخ ومصر بتقوم بدور مهم جدا تاريخيا وجغرافيا مصر بتلعب دور مهم جدا في تهدئة الأجواء في فلسطين في خفض التصعيد وليها دوافع عديدة يمكن هنتكلم عن أبرز هذه الدوافع إحماية المقدسات الإسلامية والدفاع عن القضية الفلسطينية دوافع الأمن القومي العربي الأمن القومي المصري استقرار منطقة الشرق الأوسط ككل عايزين نستعرض مع حضرتك أهم الملامح في الدور المصري في هذه القضية يعني طبعا نشكركم طبعا على الاستضافة أتصور أنه اللي حضرتكم قلتوه في المقدمة هو قدر مصر يعني مصر بحكم الجغرافيا وبحكم التاريخ هي أكبر مساند للقضية الفلسطينية ويمكن على مر التاريخ مصر ضحت على كل المستويات المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي والمستوى العسكري والمستوى الإنساني من 48 لغاية النهاردة كنت تجد اسم مصر دايما مرتبط بالقضية الفلسطينية وأكبر دائم له حتى في حالات العدوان التي كانت تستهدفها سلطات الاحتلال لأماكن معينة في الأراضي العربية المحتلة كانت مصر هي أول دولة تهرع إلى أنها تعمل وقف إطلاق نار وتسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية حتى لسكان القطاع حين يتعرضون للعدوان ويمكن الأزمة الأخيرة أبرزت هذا الدور التاريخ اللي مصر لم ولن تتخلى عنه أنا عايز أقول لحظاتك يا سيد محمد أنه مصر لم ولن تتخلى أبدا عن دعم الفلسطينيين على كل المستويات ويمكن هذا الدعم يظهر أكثر من صورة فكرة الاتصالات السياسية التي أجرتها مصر من أول لحظة سواء من خلال الاتصالات هاتفية أو من خلال استقبال الزعماء الرئيس السيسي الحقيقة قام بمجهود كبير جدا في الاتصال مع الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية منذ اللحظة الأولى اللي اندلع فيها هذا الصراع لمحاولة احتواءه بدرجة كبيرة ومحاولة عدم توسيع رقعة الصراع والدعوات المتتالية لوقف العدوان من سلطات الاحتلال على قطاع غزة كمان هنا ما ننساش الدور الإنساني فكرة المساعدات الإنسانية المقدمة عبر معبر رفح والإصرار المصري على إدخال هذه المساعدات لأنه بالتأكيد الحالة التي يعيشها سكان قطاع غزة تحتاج بالفعل إلى هذا الإصرار المصري الواضح بدرجة كبيرة جدا كثير جدا من الاتصالات بتبذل كثير جدا من المحاولات لدى القوى الدولية المؤثرة على إسرائيل لوقف العدوان ده كله بيؤكد الحقيقة أن مصر هي رمانة الميزان في المنطقة أن مصر هي الدولة المفتاحية لتسوية أي صراع في المنطقة وفي مقدمتها بالتأكيد القضية الفلسطينية مش عايزين نذكر أمثلة أخرى حوالينا طبعا في ليبيا في السودان وغيرها ولكن القضية الأبرز هي القضية الفلسطينية حالتك أشارت إلى مسببات كثيرة جدا أهم مسبب هو حماية الأمن القومي العربي والحفاظ على القضية الفلسطينية من محاولات التصفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال بأكثر من صيغة ويمكن تعرضت مصر لضغوط كثيرة جدا من بينها الدعوات الخاصة بفكرة نزوح السكان قطاع غزة إلى سيناء اشتركوا في القناة